صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متباين في الدنيا النهاردة يا سيت الكل هعملك بسكوت اقتصادي للغاية سهل بسيط بدون مكنة بدون زبدة بدون سامنة سهل جدا تقدري تاكلي منه اي كمية لانه خفيف جدا وهش ومش بيتعب خالص واقتصادي تفطري مع كباية شاي كده يا سيت الكل اول عشم مع كباية شاي اول مصايف حاجة خفيفة وسهلة جدا ومش بيتعب خالص لانه خفيف مش فيه كمية كمية دهون كتيرة يعني المادة الدهنية اللي فيه بسيط كدا وهنعمله بالزيت ومش هنحط اي مكونات غير الزيت لا سامنة بقى ولا زبدة ولا الكلام ده خاطئ بس في بديك الفيديو كده واريكي بعض الفيديات اللي احنا مرناها على قناة واسيبلك اللينكات كلها في صندوق الوصف اللي مش عارف صندوق الوصف يا جماعة هتضغطي على عنوان مرة هيزهر ليك كلمة المزيد هو ده صندوق الوصف بس قبل نبدأ الفيديو لازم نعمل ايه؟ لازم نسمي الله ونصلي على الرسول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين السلام عليكم محترمي اليوتيوب لايك وشير وسبسكريب والسلام وما ياسه اتمنى تحطوا لايك للفيديو وإلا مشاركش الشيرك في القناة ويدفع علي زر الجرازه علشان كل من اعزل الفيديو وصلك اشعر به واتمنى ان تشار الفيديو ده بين اصدقائكو علشان تعمل فائدة للجميع وكلمة تنية ست الكل بقلهم في بداية كل فيديو الوصف علشان تضمن ان هي تنجح معايك بفضل الله يبقى لازم تشوف الفيديو من البداية للنهاية علشان طبعا احنا بنقول تكات وطفاصيل مش هنقدر نكتبها كلها ست الكل في صندوق الوصف يلا بينا مبدأين كده انا معاي خمس بطاط لو البيت صغير بتاعك يعني صغير خالص ممكن تزاوجي بطين او ثلاثة لكن في المجمل البيض العادي يبقى خمس بطاط عليهم باكتتين اتنين من الفانيليا عليهم 300 جرام من السكر البودرة بيعدلوا قد ايه 300 جرام السكر البودرة دول لو بودرة هيعدل كوبايتين لكن لو حبيبات هيعدل كوباية ونص وابدأ اضربهم كويس او اذا مو عند جيش عجل هتضربين فالخلاط مفيش اي مشكلة خالص ونسيبهم يندربوا كده ونروح للنشادر بتاعتنا انا في الوقت ده معايا كوباية لربع من حصير البرتقان هنحط عليهم معلقة كبيرة هرامية من النشادر لو مش حبه تعملي بالبرتقان يبقى هتعملي كوباية لربع مية كلام ده يا جماعة لو انا هعمله بكسر حلواني لكن لو انت هتعملي بالمكانة يبقى هتحطش نص كوباية بس علشان طبعا ميبقاش طري معيك تعرف يتقطعيه من المكانة نص كوباية مية او نص كوباية عصير برتقان او نص كوباية من الحليب بس انا مش بفضل حليب علشان بيخلي البس كتاري شوية لو اللي لنشادر ما عملتش الفوم الرغاوي دي تعرف ان النشادر فازدة تستبعجها تماما لازم النشادر يا جماعة ما تجدهو بيها لازم تعمل رغاوي كده علشان تضمني ان هي يعني الفعالية بتاعتها مصبوطة لو ما عملتش فوران كده تعرف ان هي بايزة فاستبعجها تماما طب حد هيقول لي المعلقة دي بتعادل قديه لو انا هروح اشتري اقول لي كاست الكل انا في الوقت ده معايا ربع كيلو من الزيت بيعادل قديه بيعادل قباية وربع وهبدأ اضيف بعدما الخليط بتاع بيض بابدا اضيف يعني هدي المضرب شوية وابدا اضيف الزيت تدريجي اهم حاجة يا جماعة تكادي مهمة جدا علشان نجاح الوصفة الزيت ما اضفوش مرة واحدة ولازم المكونات اللي انت يشتغل بيها لازم بها درجة حرارة المطبخ ما ينفعش طلعي بالتلاجة ابدا علشان انت لو اشتغلت بالمكونات وهي طلع من التلاجة الخليط هيفصل منك دي تكاية مهمة كده وهبدأ نهزل ايه بالراحة كده واحدة واحدة انا بقولي كاسبتك كل لو وصلت المقطع ده يردت حط لايك ولو مشاركتيش هكون سعيدة جدا بالشراكك وهكون اسعد لو بعدت لي اي كومنت ان شاء الله كون وجه مكتسم هيبقى من ايدك زي العسل وزي السكر وحب اشكرك كتير كتير والله مشارف اقولكو على الدعوات الحلوة اللي بتشرح صدري كده وبتفرحني جدا وبتخليني على طول قومو اعمل فيديو ليك وربنا يا رب دمكونا مفحات اجمل اخوات في الدنيا مفيش كلام بعد كده وبعد ما خفيت الزيت خالش يعني بعدقتا نازلت الزيت كله كوباة وربع خلص ضوبتها في الخليط ببدأ انزل بالعصير البرطقان مع النشادر انا قلت ممكن تستبعيج البرطقان او مية او حليب وانا قلت لك لو حليب هيطر للباسكوت بس انا محبش حط حليب بصراحة وبعد كده بقلبه شايفين الرغاوة بتحسين انت ايه الفوم كده عمل فوم معاك ده علشان النشادر النشادر دي يا جماعة هتروح تشتري قدام نعطرها اقول لك يا ست الكل دلوقتي انا منستش معنا دلوقتي كيلو من الدقيق اهم حاجاتي اللي تستخدميه يكون ديق لجميع مثلا الاستخدامات او ديق مخصص للباسكوتات علشان مبقاش له عرق ومعاك معلقة صغيرة من البيكينبودر ويقلبها وما بعجنش يا جماعة يدوبك تقليبة بس يعني باخفيد جيه كده ولو في جيه تحت في الحل يعني بلومه بقيت جيه اهم حاجة الباسكوت ميش بيتعجن خالص انا بس لفه كده وباشيله وبعد كده هشيله من العجان واسيبه ساعة كاملة لازم تسيبي ساعة كاملة يرتاح لازم تسيبي ساعة بعد الساعة بقى بقى ابدأ اشكله وبكيس حلواني حابة تشكله بقى الامة اللي انت حباه تشكله طيب احنا كنا بنقول النشادر لو انت هتشتريها النشادر دي يا جماعة مضة رفعة زي البيكينبودر كده بتنشري من عند العطار لو انت هتعملي كيلو ديق يبقى هتروح تقولي للعطار انا عايزة وقية نشادر حد اقولي بيبيع بالوقية هقولك اه قولي له وقية نشادر حابة تعملي 2 كيلو ديق هتقولي وقية نشادر حابة تعملي 3 كيلو ديق هتقولي 3 وقية نشادر متفقين متفقين وضع سهله اي حاجة خلص يا رب ان انا اكون قلتلك كل حاجة الوقت الصانيات يا جماعة مدهنة دهنة من الزيت ولازم تسيبي فرق من البسكوتة والبسكوتة كتير لان البسكوتة بيفنش جامد يعني بيفنش غري البسكوتة اللي هو بيبقى فيه سمنة كتير حد هيقولي ممكن يعني استبدلي الزيت بالسمنة حد برض هيقولي ممكن حط نص زبدة ونص سمنة او نص زبدة او نص زيت هقولك ممكن عاجة فيش اي مشكلة خالص المجمل كله انا حطيت ربع كلوميز زيت بيعاد لكباية وربع ضع سهله وما فيش اي افتكاسة خالص حد هيقولي برضو حد هيقولي لون العجين اصفر كده ازاي هقولي كيست الكل عشان طبعا البرتقال لون اصفر والبيض علشان هو بلدي فلونه اصفر اكتر عشان كده العجين اصفر كده في الوقت ده انا مشغل الفرن اول مشكل يدخلوا على درجة حرارة مية واربعين يعني هادية سخن الفرن قبلها بعشر دايق وارفع الشبكة الفوق بياخد معي في الفرن حوالي ربع ساعة لو انش حسيت انه احمر من تحت هتشغلي الشواية حوالي دقيقة كده وتشيليه على طول المهم اول ما تخرج الصينية من الفرن لازم تحرك الباسكوتة وهي سوغنة حركية واسبية مكانها بس حركيها كده علشان تبقى لازقة في الليل لو انش تبتها برتد في الصينية من غير متحركيها هتشيليه هتلالازقة خالص وتتكسر منك لكن اول ما تطلع فيها سخنة تزوقيها كده واسبها مكانها الحض مدبرة يا رب ان انا كن قلت كل حاجة وبعد الكميه دي كلها تخالي من كيلو دي يعني كيلو دي اعمالي مشنة بسكوت وضع السهل خالص اكنه اكلير بالزبط شكله جميل ازاي لان انا عملت بالبلبلة دي اللي هي بتاعت بلح الشامية جاعة اللي انا عملت بها بصراحة كنت عايزة بعمل بحاجة ثانية بس ملقتها بقا شايفين هاشي ازاي وخفيف جدا يعني تشيلي البسكوتة كده تلاقي خفيفة خففية غير عادي شايفين عامل ازاي لازم تحتفظ به في علبة التلاجة محكمة لازم تقفليها كويس علشان طبعا الرطوبة متشوفهش لان لو سبتي مكشوف كده على الرخامة يوم والاثنين هتليه طري معاك لازم تقفليه في علبة محكمة عايزة اقول لي كاسدت كل البسكوت ده اقتصادي مفوشي سامنة ولا زبدة ولا كلام ده غير البسكوت الناعم ده حاجة والبسكوت الناعم حاجة تاني انا عامل على القناة بسكوت ناعم كتير او لو انتو حبين بسكوت ناعم ده بسكوت الغلبة زي ما بقوله كده زينا كده شايفين اعمل ازاي الاغر بتاع تحفى بصراحة انا هستنى مني الكومنت لما تعملي وتقول لي رجائي داني تقول لي رأيك فيه وسك في رعاية الهوامن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة